السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير عدنا إليكم بعد انقطاع شهر كامل وهو شهر رمضان المبارك نتمنى من الله أن يتقبل من الجميع ونستمر معكم في سلسلة رحلة عبر تاريخ الجزائر ونحن في الفترة التي استولى فيها العثمانيين على الجزائر ونتكلم عن حكام العثمانيين ونحن الآن بصدد الكلام على شخصية مثيرة جدا وهو عولج عالي أو قولج عالي أو أوشالي عالي هكذا وجدنا اسمه في العديد من المصادر هيا بنا إلى الحلقة ذكر في بعض المصادر باسم أولوج عالي أو قولج عالي أو الحاج علي ولد في إيطاليا ووقع في أسر المسلمين أثناء واحدة من الحاملات التي نظمها خير الدين ضد جنوب إيطاليا فيما بين سنة 1524 وسنة 1527 عند اقتسام المغانم وقع في سهم الرئيس علي أحمد واشتغل في البواخر الإسلامية مجذفا مثل كل العبيد النصارى الذين اشتهر بينهم بوصف الفرطاص لصلاع كان في رأسه وقد أسلم قولج عالي وأصبح بفضل براعته وخبرته بفن الهجومات البحرية صاحب مركب بحري يساهم في الغزوات ضد المسيحيين وأصبح بعد ذلك علما بين رياص الجزائر وأحد القادة الأوفياء لحسن باشا الذي عاهد إليه بولاية تلمسان وبقيادة حمالات عديدة ضد الإسبان وقد أبل بلاء حسنا أثناء الهجوم المسيحي على جربة وكان له دور هام في ترجيح كفة النصر لفائدة المسلمين كما لمع بعد ذلك في الهجوم الذي نظمه العثمانيون ضد مالطة كل ذلك دفع السلطان العثماني إلى تعيينه باي لارباي إفريقيا في مارس 1568 بدأ قول جعالي ولايته في الجزائر بتنظيم حملة واسعة النطاق ضد القوات الإسبانية لطردها نهائيا من الساحل الجزائري وبينما بدأ يعد العدة لتنفيذ هذه الخطة إذ اتصل بأنباء من إسبانيا مفادها أن عددا كبير من المسلمين الذين مكثوا بالأندلس ولم يتمكنوا من الهجرة وأجبروا على اعتناق النصرانية يستعدون للقيام بثورة كبيرة بعد أن جمعوا كميات كبيرة من السلاح بفضل الصلاة السرية التي كانوا قد رباطوها مع الجزائريين الذين تفاهموا على تنظيم خطة مشتركة لم يتردد قول جعالي عند سماعه هذه الأنباء أن شرع يعد العدة ليقوم بما كان يراه بوصفه مسلما واجبا مقدسا ويجب أن لا ننسى أن كارثة الأندلس رغم أنه قد مر عليها آنذاك أكثر من نصف قرن كانت ما تزال حية في نفوس المسلمين بسبب الأنباء التي ينقلها اللاجئون والمهاجرون من الأندلس عن المجازر والمظالم التي يتعرض لها المسلمون كما أن الغزوات التي كان ينظمها المسلمون على شواطع أوروبا الجنوبية وعلى ساحل الأندلس خاصة كانت تعزز آمال المسلمين الذين مكثوا بالأندلس بعد أن تظاهروا بالتنصر في إمكانية استعادة فردوسهم المفقود خصوصا وأن سقوط الأندلس في الجناح الغربي من الإمبراطورية الإسلامية ثم في نفس الحقبة التاريخية التي تم فيها سقوط القسطنطينية في يد المسلمين وامتداد هذه الإمبراطورية مشرقا على حص عظيم من حصون النصرانية إذن فلا غرابة أن يستمر أمل المسلمين في استعادة الأندلس سارع قولج علي إذن بمجرد استقرار بيئة الجزائر إلى تعبئة أربعة عشر ألف جندي تركي وستين ألف جزائري وجههم إلى مزغران ومستغانم التي كان وجه إليها قبل ذلك بالمدفاعية وبألف وأربعمائة ناقة محملة بالبارود والذاخيرة الحربية لأنه كان يريد أن ينظم هجوما منسقا ضد القاعدة الإسبانية في وهران في نفس الوقت الذي يقود فيه حملة الاحتلال لشواطئ الأندلس يضاف إلى ذلك أن قولج علي كان يعتمد على الثورة المتوقعة داخل الأندلس في شغل الحاكمين المسيحيين عن وهران وصرف نظرهم عنها لكن الإسبان تفطنوا للخطة السرية بسبب عثورهم على مخزن كبير من مخازن السلاح في الأندلس ولذلك أجل قولج علي تنفيذ تلك الخطة اندلعت ثورة الأندلس المتوقعة في وقت لم يكن فيه قولج علي ينتظر وكانت بقيادة شخص اسمه محمد ينتمي إلى فرح العائلة الأموية التي حكمت الأندلس وقد استطاعت حركة الثوار والمسلمين بالأندلس أن تمتد إلى الجنوب الغربي من إسبانيا لكن عدم وجود سند شعب واسع من الداخل وبالإضافة إلى عدم وجود حركة خارجية قوية تساندها كل ذلك جعل تلك الحركة تجنو وتأول إلى الفشل بعد أن صدت في وجه قولج علي بسرعة بمجرد أن سمع باندلاع الثورة صادفت قيام عاصفة قوية شتتت البواخر الحربية وحارمت مسلمي الأندلس من إعانة كانوا في أشد الحاجة إليها فلم تصل إلى الشواطئ إلا ست بواخر فقط كانت تونس قد إجتازت في ذلك الحين حوالي ثلاثين سنة وهي خاضعة لحكم غير قوي فمنذ أن نظم شارلوكان حملته ضد تونس وأعاد مولايح سن إلى العرش بقوة الحراب المسيحية ظاعف في كراهية الشعب لهذا السلطان المفروض ولذلك ثار عليه الشعب عدة مرات فقد تزعم ابنه حميدة حركة صخت ضده بينما قامت في القيروان سلطة مستقلة لجأ مولايح سن إلى الإسبان يطلب إعانتهم لكنه انهزم وانتصر عليه ابنه حميدة لكن حميدة رغم انتصاره وتمكنه من الاستلاء على العرش لم يفعل شيئا لطرد الإسبان من حلق الواد الذي كانت تنتصب فيه المدافع الإسبانية معرض التونسيين لتهديد مستمر يضاف إلى ذلك أن السكان بدأوا يضجون من فداحة الضرائب التي أثقلهم بها حميدة لذلك توجه إلى السلطان التركي بالجزائر يطلبون إعانته عن تخليصهم من الإسبان ومن حميدة توجه قول جعالي إلى تونس في شهر أكتوبر 1569 تاركا بالجزائر خليفته مامي قورسو وعند وصوله إلى باجة وجد حميدة في مواجهته على 30 ألف رجل لكن قول جعالي كان يعرف أن معظم قواد الجيش التونسي هم أنفسهم الذين طالبوا نجدته فأنشب معركة مصرحية تمثيلية وحدث ما توقعه قول جعالي منذ الطلقات النارية الأولى إذ انضمت إليه القوات التونسية وفر حميدة إلى تونس فإصطدم بأبوابها التي أغلقت في وجهه فإضطر إلى الالتجاه إلى المسيحيين الذين كانوا يحتلون الحصن وصل قول جعالي إلى تونس دون أن يلقى أي مقاومة في الطريق فوضع بها حامية تتركب من 3000 جندي تركي تحت قيادة القائد رمضان وأدخل تحت طاعته المدن الساحلية ومدن الداخل وساد تونس نظام لم تعرفه من حوالي 30 سنة بعد ذلك عاد قول جعالي إلى الجزائر بسرعة لتنظيم قواته البحرية على ضوء ما تتطلبه المعركة القادمة ضد المسيحيين الذين بدأوا في تجميع قواتهم لخوض معركة كبيرة ضد السلطة أو السلطنة العثمانية وقد ساهم قول جعالي في تلك المعركة التي انتصر فيها وعينه ساليم الثاني بعد ذلك قائدا عاما للأسطول العثماني مع احتفاظه بلقب باي لارباي إفريقية أمير أمراء إفريقية وبناء على أن هذا اللقب يخول له صلاحية تعيين والي للجزائر يكون خليفة له عين لخلافته بالجزائر عرب أحمد ترجمة نانسي قنقر